ونعود إلى ليما ومنتدى الأبيك حيث عرب رئيس الروسي فلانمير كوتين خلال مؤتمر صحفي عقب اختتم المنتدى عن موقف بشان العلاقة الثنائية بين بلاده والولايات المتحدة بعد توالي دونالد ترومب الرئاسة وأيضا العلاقة الثنائية بين روسيا واليابن سقد الرئيس الامريكي المنتقب نية تخلط تبية العلاقات بين الأولاد المتقدة وروسيا وبطبيعة الحال فعلت الشيء نفسه وقال بوتين أنه التقى مع الرئيس الامريكي باراك أوباما مراحبا به لزيارة روسيا في أي وقت يرغب وضف أن الكريملين يرى تهديدات التي يواجهها الاقتصاد العربي بعد تصفيد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي معربا عن أمله في تجنب الخطر وعلق بوتين على معاهرة السلاة بين روسيا واليابن أيضا قائلا أنهما مهتمان بالصفقة وأنه مستعد للحوار بشأن حل قضية الجزر وأنه هناك على عدد من الخيارات لتسوية الخلاف وفي الوقت نفسه قال أن بلاده مستعدة لتجميد إنتاجها من النفط عند المستوى الحالي نحن على استدادة لتجميد إنتاج النفط عند المستوى الحالي نعتقد أنه لا يتسبب بأي طرع لكتار الطاقة لدينا سيحافظ أبوزير الطاقة على اتصال مستمر مع شركات النفط الرعيدة وهم على استدادة لمسل هذا العمل